ترتفع نسبة الأمية اللي هي عدم معرفة القراءة والكتابة فوق سن 15 سنة في الدول النامية اللي احنا قلنا الدول النامية غير قادرة لأنها تعلم كافة أبنائها مش هتقدر توفر خدمات لكافة أبنائها نتيجة زيادة عدد السكان لديها وتنخفض بنسبة كبيرة في الدول اللي هي يا شباب المتقدمة وتكاد تكود تنعدم فقلنا مصطلح مهم جدا ممكن يقول لي ما المخصوص بالأمية عدم معرفة للإنسان للقراءة أو للكتابة أو لكيليهما ده المصطلح المهم اللي بنركز عليه تعالى بقى نبدأ نشوف نسبة المتعلمين في الدول النامية والدول المتقدمة تعالى نبدأ بالدول المتقدمة هنجد أن نسبة المتعلمين تتعدى 95% 95% فيما فوق أو فيما أعلى طيب فين اللي في دول الأمريكا الشمالية في دول أوروبا في استراليا في اليابان في روسيا دي دول اللي بتزيد نسبة المتعلمين فيها عن 95% تعالى نشوف مع بعض نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة تصل إلى أكثر من 95% فين يا شباب؟ استراليا اليابان روسيا دول أمريكا الشمالية ودول أوروبا طب هنا السؤال يجيلي زي في الانتحان يأما يجيب لي سؤال إختر أو صح وخطأ ويجيب لي دولة من الدول دول أو مجموعة من الدول ديت أو يشاور لي عليها على خريطة صمو يبقى دي الدول اللي نسبة المتعلمين فيها تصل إلى 95% فيما أكثر التصنيف الثاني دول تصل نسبة المتعلمين فيها إلى 75% طيب زي إيه؟ قال لي معظم دول أمريكا الجنوبية وكذلك الصين وكذلك جنوب أفريقي تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن